من اهم المقترحات التي تم اضافتها بخصوص دفتر الشروط استراد السيارات المتواجد حاليا محل دراسة على مستوى وزارة الصناع وستعرضه على الحكومة يوم الاحد 24 افريل 2022 ان شاء الله المقترحات هي كالتالي الزام الوكيل المعتمد في حال حاز على اعتماد الاستراد بالاحتفاظ بمخزون 30 سيارة كاحتياطي لتمكين الزبون من الاستفادة من المركبة مؤقتا في حال تعرضت سيارته للعطب وعدم التمكن من اصلاحها في ظرف اسبوع في اطار خدمة ما بعد البيع والضمان الذي تقدر مدته بخمسة سنوات وحسب ذات المصدر فانه يتم ايضا دراسة حذف نظام الحصص في عملية الاستراد في حين يقيدها دفتر الشروط الحالي بحصة معينة يتم تحديدها لكل متعامل بعد منح اعتمادات الاستراد وايضا السماح باستراد المركبات التي تفوق قدرة محركها 1.6 وايضا منح اعتمادات لاستراد السيارات البنزين فقط دون سيارات المازوت كمرحلة اولى بحكم ان هذه الاخيرة مضرة بالبيئة ومكلفة جزئيا مقارنة مع سيارات البنزين وتضاف الى هذه المقترحات الاجراء الخاص بالسماح لاصحاب الشركات ذات الشراكة الاجنبية بنسبة 51-49% بالدخول في مجال استراد السيارات بعدما منعها دفتر الشروط الحالي الصادر سنة 2020 والمرسوم المعدل له سنة 2021 مع العلم ان هذه التغييرات لا تزال مجرد اقتراحات يتم دراستها لحد الساعة وقد يتم قبولها او رفضها من طرف الامانة العامة للحكومة والقطاعات المعنية بدراستها وفي الاخير عزيزي المشاهد انت كمواطن جزائري واش هو رأيك في دفتر الشروط الجديد لاستراد السيارات وهل ستكون الحلقة الاخيرة من مسلسل استراد السيارات صحاف توركم سلام اشتركوا في القناة